في لفتة كريمة زار الأب أنطوني دويهي مكتب نورسات في الأردن وهو الوكيل البطرياركي لنيابة البطرياركية المارونية في القدس واطلع من مديرة المكتب الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل على نشاط المكتب ورسالته الإعلامية الكنسية مع المجتمع المحلي ومع كافة العائلات الكنسية في الأردن وفلسطين والعالم العربي أجمع وخلال زيارة الأب أدويهي تم تسجيل ثلاث حلقات خاصة معه للحديث عن المونسونيور الراحل بولوس فغالي من الناحية الإنسانية والناحية الثقافية والأدبية وأهم المخطوطات والترجمات التي قام بها أثناء حياته أبونا نحن لما استضفناك فكونك أنت كنت مرافقه وكمان عايش معه وكنت أيضا أنه مرافقة روحية ومرافقة مهنية لأبونا بولوس بالنسبة لأبونا بولوس يلي توفى من حوال الشهر ما كان بس إلو تأثير علي كان إلو تأثير على شعب إذا بدك على مجموعة كتير كبيرة من الكهني أولا حوالا الألف كاهن تعلموا على إذا وخاصة من خلال كتاباته ومن خلال ظهوره على نور الساد بلبنان كانت إطلالاته حقيقة بالدل إذا كان إلو تأثير كتير كبير بالتعليم اللي كان يعطيه واللي كان مميز لأنه كان مشبع من كلمة ربنا وبالنسبة له كلمة ربنا هنا فوق كل شيء يعني أبونا أنت رافقته مثل ما خبرتني تقريبا عشرين سنة نعم عشرين سنة يعني مش قليلة هذي يعني من الأمر على الأساس عشرين سنة هو أنا منش فت على الإكليركية ولا بل قبل بسنة أنا سنة الأربعة وثمانين وقته كنا بدنا نعمل معرض بقلب الرعية فبيدلوني على أنه فيني يجيب كتب من عنده وقته بلشنا بالعلاقة من وقته هو كان كمان نشبينك بل نعم عراب العراب العراب في كهنوتك أنا لستة عشرين سنة أخورة نعم وكذا شهر فكان هو عرابة نعم من الخمسة وثمانين هو كان عم بيرافق الكهنة عم بيرافق الإكليركيين يلي بدون يصيروا كهنة فزادت هالعلاقة معه وهو بيطبعه قريب للقلب يعني كل الإكليريكي كان ناطر على الباب يستقبل كل الإكليريكي كل واحد جديد يتعرف عليه وقرر بيبوسه وكل واحد قديم بيذكر اسمه وبيغمره وبيقول له شو كيف الضيط الصيفية كم مخيم عملت كم مكتاب قريت كيف كانت حياتك الروحية دايما كان عنده هم كل الإكليريكي والشي يعني بيخلي الإكليريكي الطالب الإكليريكي متعلق بكنيسه ومتعلق بأبو نابولوس يلي كان حقيقة مش بس مرشد بي بكل معنى الكلمة قدر يوصل لكل شخص الهدف الذي يجب أن يصله وأيضا قام بتسجيل حلقة خاصة تم إهداؤها لمتابعي ومشاهدي صفحة نورسات مكتب الأردن ببث مباشر للحديث عن الألم والقداسة يعني كما المسيح تألم وعبر إلى الحياة الأبدية كما نحن البشر كما نحن المؤمنين بيسوع بواسطة الألم نعبر مباشرة إلى الحياة الأبدية اللي نحن منسميها الأديسة فإذن الألم مع القداسة مرتبطين مع بعضهم كان من انطلاءة الكنيسة نعم هلأني لما شاف هالشعب المؤمن أنه ما عد في إضطهاد أو خف كتير الإضطهاد من بعد ما أعلن الإمبراطور قسطنطين الدولة هي مسيحية أو أعطى الحرية أساسا بالأديدو ميلان أعطى الحرية للإنسان أن يعيش مسيحيته وأعلن أن الأمبراطورية هي مسيحية ساعتها سوف يفتشوا على طريقة تانية لا يعيشوا الأديسة وهون ما في أحسن من الألم فكانوا يختاروا التنسك العيش في البرارة مع منطانوس الكبير وصار في عدة مدارس مثلا منطانوس الكبير بمصر منشوف فريعقوب بالعراق منشوف مرمرون بمنطقة سوريا ومن جهتها قامت الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لمكتب نورسات الأردن والأراضي المقدسة بإهداء الأب دويهي كتابة شجرة وصداقة الذي يحتوي على توثيق كامل لجميع الزيارات البابوية للأردن والأراضي المقدسة لخمسين عاما مضت